وسط الانشغال بتحضيرات قمة بغداد لدول الجوار بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بيان لمكتب رئيس الوزراء ذكر أن الكاظمي أبلغ رئيسي بضرورة التواصل لمواجهة تحديات المنطقة وتوثيق الاستقرار فيما عبر رئيسي عن تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر بين الأقطاب مثمنا الجهود دبلوماسية لحكومة العراق في خدمة السلام ومصالح الشعوب وكانت مصادر مطلعة كشفت عن مساعة عراقية لعقد اجتماع ثنائي بين مسؤولين رياض وطهران على هامش قمة بغداد واستئناف المفاوضات بين الجانبين بعد ان توقفت خلال الانتخابات الإيرانية